العرب الزمان ما كانش الشعر عندهم حاجة واو يعني اي واحد يقدر يقول شعر او انها درزتهم بالاحرة كانت هي الشعر ولي يتميز في الشعر يتميز ياما بموقف او بقصة او بحالة او بقوة مفرداتها او نبوغة ولكن الشعر كان عبارة عن الموثق او من خلال ان احنا عرفنا كيف عاشوا العرب الزمان وما هي انجازات العرب الزمان وما هو الذي يضر العرب الزمان وما هو الذي يفرح العرب الزمان وكأننا نشوفه في فيسبوك توا ابو الطيب المتنبي ومحطاته وطلبه للشهرة الراوي معكم اهلا بكم اظن انني ذكرت ابو الطيب المتنبي في مناسبتين احدها تلك التي كان عنوانها كلاسيكو العصر العباسي وكلنا يعرف ابو الطيب المتنبي وما تركه من موروث ثقافي كبير سواء في الشعر او في اللغة واستشهاد النحو والبلاغة باشعاره كثيرة ابو الطيب المتنبي وسيرته لا تخفى عن الكثير منا اذ انه كان سليل الكوفة وسليل قبيلة كيندا على كثير من المصادر وبعض المصادر تقول ان لا نسب له ايضا المتنبي لم يكن غنيا كان مع سور الحال ارتحل من بغداد الى حلب الى مصر وثم عاد الى بغداد في رحلة طويلة ومات في الطريق بشعره ذاك كانت الدولة العباسية في عهد المتنبي او في العصر الذي نشط فيه المتنبي كانت مترامية الاطراف وليست بسلطة مركزية كبيرة وكانت في انحذار قوة العباسيين فكانت الشام تحت حكم معين يدين بالولاء الى العباسيين ومصر كانت تحت حكم معين يدين بالولاء الصوري طبعا تحت حكم العباسيين ولكن كانت هناك صراعات كثيرة جدا فيما بينهم فتارة مصر تهجم على الشام وتارة الشام تهجم على مصر وتارة اخرى دولة الروم تهجم على الشام في بعض المصادر يقال ان المتنبي دعى نبوة ولذلك لقب بالمتنبي وسجن اترتالك ولكنه تاب وخرج من السن المتنبي ارتحل من بغداد الى حلب وصدف ان التقى بسيف الدولة الحمداني الذي كان قريبا منه في السن ونشأت صداقة بينهما المتنبي كان يحلم دائما بان يتولى ولاية ينشر فيها الادب والثقافة ولذلك كان يمدح سيف الدولة الحمداني كثيرا جدا حتى نشأت بينهما صداقة قوية جدا عسى ان يوليه تلك الولاية المنشودة او يقطعه تلك الاقطاعية ان صح التعبير طال امد تلك الامنية وطال الرجاء ولم يحصل المتنبي من سيف الدولة الحمداني على ما يريده حتى تدهورت العلاقة بسبب حوادث عدة منها ابن عم سيف الدولة الحمداني ابو فراس الحمداني ومنها اخت سيف الدولة الحمداني خوله والعلى من اجمل الاشعار التي قالها ابو طيب المنتنبي ويقال انها قيلت في خوله اخت سيف الدولة الحمداني هو ذلك الشعر اتراها لكثرة العشاق تحسب الدمع خلقة في المآقي كيف ترثي التي ترى كل جفن رآها غير جفنها غير راقي انتي منا فتنت نفسك لكنك عوفيتي من ضنى واشتياقي دائما مكان المتنبي يقول بانه ينأى بنفسه عن الحب وكانت كل اشعاره الغزلية والتي يتغنى فيها بجمال فتاة ما يقول بانها لفتاة في خياله لم ولن يوجد مثلها ولعله وقع في حب جرية له كانت تحكي سيرته او تحفظ سيرته ولكنها ماتت عنه وانشد فيها يقول ارق على ارق ومثلي يأرق وجوا يزيد وعبرة تترقرق جهد الصبابة ان تكون كما ارى عين مسهدة وقلب يخفق ما لاح برق او ترن مطائر الا انثنيت ولي فؤاد شيق جربت من نار الهوى ما تنطفي نار الغضى وتكل عما تحرق وعذلت اهل العشق حتى ذقته فعجبت كيف يموت من لا يعشق وعذرتهم وعرفت ذنبي انني عيرتهم فلقيت فيه ما لقو هذا الشعر اظن انه للجارية وليس مؤكدا بعد طول الرجاء وتدهور الحالي بين سيف الدولة الحمداني والمتنبي انطلق المتنبي الى مصر ليلقى كافور الاخشيدي ويقال بأن المتنبي هجاه ثم مدحه ثم هجاه الاولى لانه كان ضد سيف الدولة الحمداني والثانية لانه كان يرجو ان يكون للمتنبي ولاية في مصر على غرار تلك التي كان يتمناها في حلب او في الشام ولكنه لم يحصل على ذلك فهجى كافور مرة اخرى نامت نواطير مصر عن ثعالبها فقد بشمن وما تفن العناقيد صار الخصي امام الابقين به فالحر مستعبد والعبد معبود لا تشتري العبد الا والعصى معه ان العبيد لانجاز مناكيد في عصر السوشال ميديا نشوف كثير من المشهورين المدونين واللي مجالهم هو اللي اشهرهم في السوشال ميديا والكثير من الناس مشهورين في السوشال ميديا بالسوشال ميديا لانهم يعطوا في جهد اكبر ولكن ان اختفت السوشال ميديا اختفوهم والموضوع واقف على الانترنت فقط المتنبي ما كانش حلمه انه هو يكون ولاية ثقافية او شعرية او علمية على حسب ما يقال او على حسب ما يزعم في كثير من التحاليل لانه طلب الشهرة متنبي كان بامكان يكتب كتب علمية في اللغة او يكتب كتب علمية في البلاغة او يكتب كتب علمية في الشعر ولكنه اختار ان يشتهر بالشعر مدحا وهجاءا وغزلا لكي يصل الى النفوذ لانه على حسب ما وصل في سيرته انه اتصل فقط بالولاة او الامراء وكان يتصل بهم لينشد هدفا معين وهو الولاية وكما يزعم ان الولاية هذه لنشر الثقافة والعلم او تكون منارة علمية ثقافية ولكنه لم يترك اثرا الا شعره الغزير باللغة والفصاحة وكان هذا طفرة من طفرات اللغة وطفرة من طفرات الشعر فكثير من العلماء كانوا يكتبون علمهم بالشعر طبعا هذا الكلام بغض النظر عن النوايا السلام عليكم